موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجزي أخبار الآن حررت قوات سوريا الديمقراطية أمس حي الفردوس في مدينة الرقة وشارعا يربط الحية ومنطقة جنوب الملعب البلدي وذلك بعد معارك مع تنظيم داعش وقال مرسلنا أن المعارك العنيفة لا تزال تدور بين الطرفين في الشطر الشمالي من الرقة حيث تسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى السيطرة على منطقة توسعية إلى ذلك قتل عشرة أشخاص بينهم عسكريون وجرح العشرات إثر تجدد القصف الروسي على قرى وبلدات ريف إدلب وقال مرسلنا أن الطائرات الروسية استهدفت بخمس عشرة غارة جوية مقرا للمعارضة المسلحة في بلدة تل مرديخ وضربات أخرى على مخيم يقع على الأطراف الشرقية لخان شيخون وكانت الطائرات الروسية قد شنت سلسلة غارات صباح اليوم استهدفة أربع بلدات بريف إدلب الجنوبي حررت القوات العراقية ثلاث قرى في إطار العملية العسكرية الجارية حاليا لتحرير منطقة الحويجة شمال العراق من احتلال داعش وتمكنت القوات المشتركة من تحرير قرى تل محمد وشاطي والنور فيما يواصل الجيش تقدمه لتحرير القرى المجاورة وكانت القوات العراقية قد حققت تقدما سريعا وحررت حوالى ثلاثين قرية في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة فيما تواصل القوات الأمنية تقدمها محاولة منها لاقتحام القضاء من ثلاثة محاور أعلنت إيران أنها أجرت تجربة ناجحة لصاروخ باليستي جديد كشف النقاب عنه في عرض عسكري أقيم أمس في طهران وبث التلفزيون الإيراني لقطاط لعملية إطلاق الصاروخ الذي يحمل اسم خرم شهر الذي يبلغ مداه ألفين كيلومتر وكان الصاروخ ذاته اختبر مطلع السنة الحالية لكنه انفجر في الجو ضرب زلزال بلغت قوته ثلاثة درجات وأربعة أعشر درجة كوريا الشمالية وقالت هيئة الرصاد الزلازل الصينية أن الزلزال هو نفسه تقريبا لزلزال سطحي سابق عرف عنه لاحقا أنه ناجم عن اختبار نووي أجرته بيونج يونج يعتزم مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ بيع أسهمه في الشركة المسؤولة عن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا لتمويل مشاريع خيرية ويخطط زوكربرغ لبيع ما بين 35 إلى 75 مليون سهم في فيسبوك خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة لتمويل أنشطة في مجالات التعليم والعلوم والحقوق وبعد أن أحكم سيطرته على العالم الافتراضي خلال السنوات العشر الأخيرة تتزايد الأحاديث والتحليلات في أوساط المواقع الاجتماعية والصحافة الأمريكية حول إمكانية إحكام زوكربرغ سيطرته على العالم الواقعي شكرا ترجمة نانسي قنقر